دخلنا في الجد أول حكاية مع كابتن الخطيب قبل دخوله النادي الأهلي كامل السنوية رياضية تعريفة حكاية هنة بقى وحكاية سنة مشاهدين طبعاً دي حاجة في حياتي اللي زي ما تقولي لو بدأت حياتك تعيد تاني عايتها زي ما هي زي ما هي بدأتها ازاي أنا كنت في السنوية رياضية طبعاً لما احنا قلنا في الأول أنا بقيت في السنوية الرياضية نعم فعملين اختبارات كل اللي حصلين على الإعدادية ومتميزين في كرة القدم أو متميزين في كرة السلة أو متميزين في كرة الطائرة أو متميزين في السباحة جميع الألعاب يعني كل الألعاب بيقدموا للسنوية الرياضية السنوية الرياضية دي عبارة عن بتدرس فيها سنوي وبعدين بتدرس فيها اللعبة بتاعتك يعني أي لعبة اللي هي الموجودة دي بتتمرن عليها وفي نفس الوقت بتدرس دراسة العلمية بتاعتك بتاع السنوية بحيث تتخرج من هنا يعني جاهز من كل حاجة وفي السنة دي كابتن مصطفى كان تقريباً كل اللي بيدرسوا في السنوار الراضية كلهم منتخبات الأعاب كل الأعاب في مصر اللي بيلعبهم فأنا في الاختبار رئيس قسم الكورة قاعد بنعمل بنختبر الكورة كان معك الأستاذ عب حميد ده عب حميد ده اللي هو كان اخصائي اجتماعي لا عايش ربنا يدينه الصحة ولا عافية ده اخصائي اجتماعي هو لازم يبقى موجود واحد اخصائي اجتماعي لا فيها كل حاجة واخصائي نفسي وكده فده قاعد واحنا قاعدين انا قاعد في الاجنافة عاملين دواير وكل دايرة في اثنين متر اللي هي القطر بتاعها متر يعني نص متر يبقى دايرة كل واحد يبقى معك كورة يحتفظ الكورة في الهوا بول كونتروله كده برجليك او فاخدك او دماغك او كتافك او السيد اللي مسموح بك قانون ولو كورة واقعت برا تروح تجيبها وتعد كم مرة انت عدد في الديئة لما هتقع منك برا وعبال ما تجيبها كورة اساسي دا اه طبعا اه 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 نضي اختبارات مهرات اه فاذا بول سنس اللي هي كورة زي بتعود على الكورة السنس بتاع الكورة ايه فلو واحد كل واحد بيعدل نفسه اه على اساس ايه ان انت هما الاربع وفي واحد الناس اللي بيساعديني بيعدوا من برا على اساس الكورة لو طلقت برا هتروح تجيبها يبقى توقف يعني هتلاقي نفسك العدد قليل اه العدد قليل يعني بدل ما هتبقى تمانين هتبقى ستين هتبقى خمسين لانه هتبقى عشرة ايه وكل مرة وطلق تجيبها هو الكورة منزلتش من دماغه وكتفه خالص راح مسكها كده على اه وش رجله واعملها تاك 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 وقعد على كده لغت الديام خلصت ما رعتش هنا ولا هنا ويجوا وجاين يقفوا تعالى وقت هنا انا قلته لعب خلاص انا عايز ايه تاني اه دي اصعب انت لعب كورة اصعب مهارة من المهارات الصعبة يعني ضرب كورة بالرأس طبعا لاني اعيز اعنيم الفتاحة عايز اعيز اعيز اعيزه ده في مجلس ادارة الاهل هي السورة ده اعيزه كورة دماغ موجودة دي في سلطنة عمان دي في استاد القاهرة فتعال سيدي نطق ده أنا الصورة دي في استاد القاهرة كنا منتخب مصر كان منتخب مصر ده كبير كان منتخب مصر وحتى الاستاد القديم بصة كانت مصطفى مكان وملعب مفهوش بني آدم ده باستنى على الصور دي بس لحد ما يحكي لنا القصة القصة دي كان كنا نصلي للمعسكر منتخب مصر حتى ترينجين زي بعض نصلي الفجر وانزل انه هو قديله الحاجات اللي نقصاه يعني كنت بقى شغاله على دماغ بس دي بكاسب السنوار دي كان هو بقى منتخب مصر وهو بنشتغل نصلي الفجر وننزل نشتغل الحاجات دي ونطلع ياخد دوش وكده ونفطر ونبقى مع اللعيبة التانين ونكمل شغل له كمل لنا بقى اه فكان اه واحنا قلتله خلاص تعالى عطي لانه عمل اصعب حاجة طبعا من الصعب يعني من الكرة فوقه في الهواء كده فكله بقولت اكمل على البقيين اشوفهم يعني يعني انا بركز على ثلاثة غير ما احركز على اربعة فبيقولولي اه هو كل شوية اقوم يا كابتن اقوم يا استاذ سوا كده اقول له لا استنى يلا انقلوا على التمرين التاني هم ست اختبارات ده اول واحد فيهم اللي هو بالرأس اللي هو بالرأس بعدين فيجي التاني يقول له اقوم اقول له استنى فواحد اقعد جنب ولا سامعه يعني قال له انتو اجيبتش حدي يعني وسطى ولا حدي يتكلم لك الكابتن فقاسل ده بيحب بتقول لد الاهلي بس علينا يعني فقال له لا قال له طيب انت سامع الكلام ده طبعا انت انا رامي ودنا روح عفين روحنا عاملين دخلنا في الاختبار التالت هو بالرابع يقول له ام اقول له لا قلتلك يا اخي خليك الثانية واحدة قعد بقى ما تزرجنيش فالتاني قال له مش انا قلتلك ده لازم حد يتكلمه فالمهم قال له يعني عمين ايه فالمهم ارقى خلصنا الاختبارات وطلعين وبعدين بنكتب بقى الكشوفات بتوع السلة اللي نجحوا يكتبوا اسمقهم عشان يروحوا يكملوا العاب المختلفة ده يكملوا الاوراق بتوع القدم يكملوا الوحيد اللي نجح في اليوم ده مين محمول الخطيئة فالتو بيخبط على الباب الكابتن بتقول ايه قال لي اللي برا اسمقه انك حين والله السقطين مم قلت له ليه قال لي سانا لقيت اسمه واحد قلت له اللي هو محمود ابراهيم ابراهيم عبد الرازق الخطيب الف وتسعمية اربعة وخمسين تلاتين اكتوبر انا في كار الغدر الوقت فقال لي اه طلوفو خالص المقبولين وعليهم استكمال الاوراق مقبولي عن انجحت اه طبعا قال لي بس انا ما عملش الاختبارات اه قلت له بقى لما تبقى تيجي معايا مكاني بخليه يكملها خلي اللي انت عايز تختبره يكمله يا عم خلاص يا عم خلاص روح هو بس النجح عشان كان اسيبولك انا ما اختبرتش والبقين كلهم اختبر لكن انت شفتك من مهارة هي مش عايزة وسطة مش عايزة قصة دخل السنوار الرادي لقيته جاي بقول له كابتن قلت له ايه قال لي اه انا عايز اروح النادي الاهلي اقدم طب خلاص روح اقدم في النادي الاهلي لقيته ولو قبلوك هاياخدوك وهتروح النادي الاهلي طب انت تعرف تروح النادي الاهلي قال لي اه كان فيه بعي لعبة من النادي الاهلي موجودية من الطائرة الشكشاكة ومن الاهلي كل اللي قوم في الالعب التانية ونتروح النهاردة في اختباراته كده ونا بال كان اسمه بقى بيبو كان مطلحه عليه الله يرحمه كابتن عصام الصباح عصام ابن كابتن كامير الصباح فالمهم لقيت حنبولة جاي بيقول لي وإحنا في النادي أنا فقط اللبس وهو جاي كده خلصت المدرسة ورايح بعد بيقول لي كابتن في واحد اسمه اسمه بيبو جاي هنا عاوز اسمه بيبو فالتوله يا حنبولة عارف الفانيلا اللي أنا شائلها فانيلا رقم عشر فلعن انت حطيته كده على طول كده هو كابتن وبعدين احنا بندرس بندرس شخصية اجتماعي بيديني شخصية نفسها ده كذا اخوته قد ايه ولاده قد ايه مش عارف ايه قصة ايه فانت بتشوف الحاجات دي فالقيته هو نبرعش وكده رو تمحضرها وانت كنت شاء العشرة دي ليه لهو ما انا في السنوات الراضية ما انا اواخد بالي يا عاسمه انا عارف ان لازم ييجي خلاص في دماغي حقيقي حييجي بس انا عايز هو اللي يجي هو اللي يجي عايز اخلي اعرف الناس ان اللي بيجي النادي الاهلي جاي بقلبه ايه ايه لا دافع مش عارف ايه لاخد كام حبا في هذا النادي يعني لو ما جايش خلاص يعني ما هو ممكن يروح حتى تانية يعني هو لو راح حتى تانية انا حزعل بس انا نفسي ان هو يجي النادي الاهلي فجي النادي الاهلي وقالت له خد وابدأ وبدأنا الشغل معا